بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم يا هشام من صدق لسانه زكى عمله الإنسان الذي يكون صادقا في قوله صادقا بالأمور التي يتحدث بها سوف يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى ناميا ومباركا بسبب أنه كان صادقا في أقواله ومن حسنت نيته زيد في رزقه الإنسان الذي يكون ذات نية حسنة ذات نية حسنة مع الآخرين في تعامله مع الآخرين عندما مثلا يسلم ويضحك في وجه أخيه المؤمن هو ينوي بأن يكون هذا الفعل مقربا له إليه لا أن يبطن أو يبطن شيئا في داخله ويضمر شيئا في داخله ويظهر أمام الآخرين بأنه يضحك ويمزح مع أخيه المؤمن فمتى ما كانت النية حسنة الله سبحانه وتعالى سوف يجازي هذه النية الحسنة بزيادة الرزق ومن حسن بره بإخوانه وأهله مدة في عمره إذا كان الإنسان ذات أفعال حسنة أفعال خير مع إخوانه مع أهله الله سبحانه وتعالى سوف يمد له في عمره بسبب هذا العمل وبسبب هذا البر الذي قدمه لأهله أو لإخوانه يا هشام لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها الحكمة تحت من معاني عدة من أحد المعاني للحكمة بأنه وضع الشيء في موضعه وأيضا من معاني الحكمة هي تعلم العلوم بحقيقتها بالأمور الباطنية لها فالإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول لا تمنحوا الحكمة للجهال للإنسان الجاهل لا تمنحوا الحكمة لا تبين له لا توضحوا له الحكمة فتظلموها تظلموا هذه الحكمة لأنه ليس أهلا بها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم الإنسان الذي يريد أن يتعلم حقيقة ويريد أن يصل إلى مراتب عالية من الفهم من العقل من الإدراك لا تحرموهم من الحكمة أعطوه الحكمة وإلا كنتم ظالمين له يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا هذا الإنسان الجاهل لا يبحث عن الحكمة في حياته فكما أنهم تركوا لكم الحكمة تركوا لكم هذه العلوم وتركوا لكم هذا الفهم وهذا العقل وهذا الإدراك فأنتم أتركوا لهم الدنيا يا هشام لا دين لمن لا مروة له الإنسان الذي لا مروة له لا يمتلك مروة في تصرفاته في أعماله هذا الإنسان لا دين له ولا مروة لمن لا عقل له الإنسان الذي ليس له عقل أيضا ليس له مروة وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا يعني لا يرى الدنيا له بمقام بمكان يستحق الإهتمام هذا الإنسان يكون أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى بالسبب أنه وجد بأن الدنيا ليست أهلا له ليست محلا له أما إن أبدانكم ليس له ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها هذه الأبدان التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لكم ومنح لكم الحياة في هذه الدنيا ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تكونوا زاهدين في هذه الأبدان لا تكونوا زاهدين في هذه الحياة لا تكونوا زاهدين في هذا العمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكم فلا تبتغوا غير الجنة ثمنا لأبدانكم يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال الشخص الذي يصدر ويجلس في صدر المجلس في مقدمة المجلس طبعا هي كناية عن تولي الحكم أو تولي مقاليد الرئاسة أو تولي الزعامة كل شخص يدير مجموعة من الأشخاص أو يدير مكانا معينا ينطبق عليه هذا الكلام لأمير المؤمنين السلام الله عليه قال لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل إذا أحد سأله يجيبه لا يكون جاهلا وينطق إذا عجز القوم عن الكلام إذا القوم كلهم عجزوا عن إيجاد الحل إيجاد الطريق المناسب لحل هذه المشكلة هذا الشخص يأتيهم بالحل المناسب ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله يشير إذا أحد استشاره يشير له بالرأي الصحيح بالرأي المنجي لهم فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق كل شخص لا يمتلك هذه الصفات الثلاثة وتولى قيادة مجموعة من الأشخاص تولى زمام الأمور ولا يملك هذه الخصال أو يمتلك بعض هذه الخصال فأمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عنه بأنه إنسان أحمق أي أنه لم يستخدم عقله لأنه إذا كان إنسانا عاقلا لما كان يجلس في صدر المجلس ويتولى زمام الأمور وهو لا يستطيع أن يقدب شيئا للناس وقال الحسن بن علي عليه السلام إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها إذا كانت لديك حاجة لا تطلبها من أي شخص اطلبها من أهلها قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها قال الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال إنما يتذكر أولو الألباب قال هم أولو العقل الإنسان العاقل الذي يحكم عقله ولا يتبع هواه هذا الإنسان أهل أن تطلب منه حاجتك لأن الإنسان الجاهل الذي لا يمتلك العقل ولا يحكم عقله هذا إنسان سوف يردك سوف لا يقضي لك حاجتك سوف لا يقدر أهمية الطلب الذي جئته به فإذن سوف لا يستجيب معك ولا يتجاوب معك فالإمام الحسن عليه السلام بيّن بأنه الإنسان صاحب العقل هو الإنسان الذي تطلب منه الحاجة وقال علي بن الحسين عليه السلام السجاد سلام الله عليه مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح الإنسان الذي يرافق ويصادق شخصا صالحا إنسانا مؤمنا صالحا تقيا هذا بحد ذاته الرفق معه ومعاشرته ومجالسته تدعوه إلى الصلاح تجدون أنه بعض الأوقات إذا كان الإنسان مؤمنا صالحا وهناك أشخاص يمشون معه ليسوا بالمستوى المطلوب أو ليسوا بمستواه من الإيمان أو من التقوى تجدون أنه بعد فترة معينة هؤلاء سوف يتأثرون بهذا الصديق بهذا الرفيق يصبحون مثله لأن هذه المجالسة هذا الاختلاط هذا الجلوس مع هذا الصالح والقيام معه والتحدث معه يدعوه إلى الصلاح سوف يؤدي بهم إلى أن يكونوا مثله وأدب العلماء زيادة في العقل هذا طبعا يحتمل معنيين العالم الذي يكون مؤدبا في أفعاله أو العالم الذي يؤدب من حوله هذا كله زيادة في العقل يدعو الإنسان الذي يجلس مع العلماء أو الذي يكون مخالطا مع العلماء يدعو هذا الأمر إلى أن يكون له زيادة في عقله لأنه يتعلم منه العلوم تعلم منه الحكمة وطاعة ولاة العدل تمام العز الولاة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى وافترض طاعتهم على الخلق إذا الإنسان أطاعهم ففيه العزة في الدنيا والآخرة لأن الله سبحانه وتعالى وأعلم بمن يجعل ويبعث لرسالته واستثمار المال تمام المروة وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة هذا الإنسان الذي يستشيرك لأمر معين ويطلب رأيك فأنت إذا أرشدته إلى الحق أرشدته إلى الطريق الصحيح فأنت قد أديت حق النعمة عليك لأن قصد الناس إليك وسؤالهم منك هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى هذا دليل على أنك إنسان عاقل إنسان وجيه إنسان ناصح في كلامك صاحب حكمة في كلامك فكيف تؤدي هذه النعمة وتؤدي حق هذه النعمة أن ترشدهم إلى الطريق الصحيح وكف الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا الإنسان الذي يكف أذاه عن الناس هذا الإنسان دليل على أنه كامل العقل وهذا الأمر سوف يؤدي به إلى أن يكون بدنه مرتاحا لأن الإنسان الذي يؤذي الآخرين هذا يؤدي بهم أن يؤذوه أيضا فسوف يعيش دائما في حال الصراع سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة الإنسان الذي يؤذي الآخرين الله سبحانه وتعالى سوف يبتليه في الآخرة وأيضا في الدنيا سوف يكون معرضا إلى المشاكل ومعرضا إلى هذه الأذيات التي تصدر من الغير جعلنا الله وإياكم من شيعة موسى بن جعفر عليه السلام الملتزمين بأوامره وتعاليمه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر